تقول عندي ابني دخلت عليه قطة في الغرفة و السخت عليه يقول قام بضربها بالمساحة تقول يعني فماتت القطة الولد نادم الآن ماذا عليه يا فاطم مبارك الله فيك بالنسبة لابنك ما كان ينبغي له أن يباشر ضربها بمثل هذه الطريقة حتى أزهق روحها و إنما كان الواجب عليه أن يدفعها بما بأسهل ما تندفع به يدفعها بيعني أن يرفع يده عليها أو أن يضربها ضرب خفيف مثلا ما كان ينبغي لأن ما تستحق القتل لمثل هذا الأمر هذا الأمر ما يستحق أنها تقتل لأنها ليست صائلة كما ينص العلماء الصائلة الذي يهدد حياة الإنسان أو يتلف الأموال مثلا بشكل دائم لا هذه حصل دخلت مرة و نجست و كان الواجب أن يتصرف معها بغير القتل عموما ابنك ما علي كفارة و إنما علي الاستغفار يستغفر الله عز وجل و ينتبه مستقبلا على أن لا يفعل مثل هذا الأمر و يطمئن إن شاء الله إذا استغفر الله و أكثر من قول أستغفر الله و ندم إن شاء الله ما علي شيء بارك الله فيك